اشتركوا في القناة لهذا الاسبوع عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف سيد خالد دعني ابدأ بالسؤال الذي بدأت به المقدمة ما الذي دفعك الى الانتقال من عالم الفن الذي يوصف بانه مرهف حساس صادق الى عالم السياسة الذي يقال ايضا بانه مليء بالمكائد والمصالح المتضاربة اولا انا ما بعتبرش نفسي انتقلت من عالم الفن الى عالم السياسة انا من يوم 25 يناير شعرت انه في مهمة وطنية انا لا اشتغل بالعمل السياسي بالمعنى الدقيق ولكن اشتغل بالعمل الوطني مع نزولي من اول لحظات هذه الصورة لم استطع ان اتخلى وتراجع خطوة وارجع لعالم السينمائي زي ما بنقول كده بالبلدي بالمصري رجلي جات فمعرفتش ارجع فهي القصة انه في مهام وطنية يعني بدأت الصورة ومن ساعتها توالت المعارك معركة تلو الاخرى لم تجعلني في رفاهية ان انا اعود حتى افكر ان اعود او لا اعود ولذلك اخبت عن السينما حوالي ست سنوات على ما اذكر خمس سنوات او من سنة هل هذا يعني بانك يعني عزفت عن فكرة انتاج فيلم ملحمي عن الثورتين لا بكل تأكيد لا بكل تأكيد ان انا الابقى بالنسبة لي وهيبقى في الارض من تأثير لو بفرض فيه تأثير هيبقى للأفلام اللي انا عملتها او بفرض القدر اللي انا نعمله وبالتالي لابد ان اعود واصنع افلام اذا ربنا اداني يعني القدرة والعمر وفكرة التوسيق نفسها مش هماني لان السينما ليست توسيق على الاطلاق يعني فيه ناس فهمة ان السينما بتوسق للتاريخ ما ده عن الفيلم الوثائقي فيلم الوثائقي دي كصة اخرى لكن بقولك السينما الفيلم الرؤي الطويل اللي هو مجالي هو رؤية في التاريخ رؤية في الحاضر بتشوف الحدث من خلال عينك انت فبتقول انا شاهد انا شفت انا شاهد عن المرحلة دي وشفتها بالعين الفلانية بالرؤية الفلانية سيد خالد بالحديث عن المكائد انت على ما سمعنا يعني خبرته مكيدة اواخر العام الماضي تمثلت بصور وصفت بالمسيئة يعني استهدفتك في ذلك الحين هل جعلك هذا تفكر مرتين لماذا انا دخلت في هذا العالم اكيد انت ابني الشعور ده للحظات ولكن دايما بيقولوا اللي بيتعرض للعمل العام لابد ان يبقى مستعد ان هو يضحي بجزء من عرضه ده جملة لامام شهير يعني امام مسلم وبالتالي ما يعني دي ضرائب لابد ان تدفع لما تخش في صراعات سياسية بيبقى لك اعداء بيبقى لك ناس عايزة تصفيك عايزة تغتالك معنويا وبالتالي المكائد ده شيء طبيعي جدا لابد ان تتصدى لها وتعرف ان دي ضرائب لابد ان تدفع حتى اني هذا الموضوع بسرعة في الواقع هناك لغط حول ما اذا كنت قد رفعت دعوة تشهير ضد من نشروا تلك الصور ام لا ما الذي فعلته بالضبط لا انا تعدمت باكتر من بلاغ لنائب العام مهم وقيد التحقيق بس عمدنا النياب العامة تاخد وقت شوية في التحقيقات يعني موضوع لغاية اللحظة دي لم ينتهي طيب انت تقول بانني لن استقيل من البرلمان الا اذا شعرت باليأس من ان مبادئ ثورة 25 الناير لن تتحقق ما هي المهلة التي تعطيها لنفسك حتى تعلم او تقرر بان هذه المبادئ لن تتحقق هي مش متعلقة بمهلة زمنية ابدأ هي متعلقة باجراءات على الارض يعني فيه مثلا دعاوة لتغيير الدستور لو لقيت البرلمان شرع في تغيير الدستور والبرلمان وافق باغلبيته على تغيير الدستور اللي الشعب المصري اقرر بهذه الاغلبية الصحيقة يعني هيبقى عندي يقين ان هذا البرلمان سينقدع الاهدف 25 يناير وبالتالي مفيش لازم ان انا ابا موجود اذا شعرت ان جماعة تشريعات اللي بيكرها البرلمان لا تصب في خانة العدالة الاجتماعية والحرية والعيش والكرامة الانسانية والاستقلال الوطني والدولة الملانية الديموقراطية الحديثة اللي هي اهداف صورة 25 يناير 30 يونيو تأكد ان انا مش هتلاقيني وانا قلت كده تصريح اذا زبح البرلمان العدالة الاجتماعية او مبادئ 25 ثلاثين ساعود للسينما لابشر بموعد الثورة القادمة طيب في الواقع انت قلت او نقل عنك القول بانني لن اترشح الا لدورة واحدة في البرلمان هل هذه هي الفترة التي تتوقع اما ان يتحقق ما تريده او لا يتحقق؟ بكل تأكيد يعني انا رأيي الخمس سنين فترة كافية جدا لهذا البرلمان ان يحول المبادئ الدستورية اللي هي كانت نتاج ترجمة شعارات الثورة الى واقع متحرك على الارض اذا لم ينجح البرلمان ففي الخمس سنين يبقى هو ما كانش عنده النية ولا الارادة السياسية لذلك انت يعني ما فاتئت تكرر الحديث في الواقع عن مبادئ واهداف ثورة 25 ناير دعني انقل ايك ما قالته الكاتبة الصحفية لميس جابر لابد انك قرأته او سمعته في الواقع لانها ربما قالته في مقابلة تيفيوزينية بان ثورة 25 او بالاحرق 25 ناير لم تكن ثورة بل جلبت بالمعنى بلطجية حرق اقسام قتل الشرطة فماذا تقول؟ يعني انا مش هرد على هذا المنطق لانه كلام مردود عليه يعني لم يحدث انهم احرقوا اقسام شرطة كل الثورات بتحصل فيها تجاوزات لكن الفعل الشعبي اللي تقدر ترصده في 25 ناير انها كانت ارادة شعبية جامعة للمصريين اشواق المصريين للتغيير قد تجلت بشكل لم يسبك له مسير في التاريخ وتمكنوا من التغيير بالفعل صحيح لم تنجز هذه الثورة تنجز اهدافها حتى هذه اللحظة ولكن دي كانت ثورة عظيمة لأول مرة في التاريخ بيبقى في هذه الحشود بالملايين تخرج من اجل مبادئ عامة او اشواق تجاه الحرية والعدالة طيب ثمت من يأخذون على تلك الثورة في الواقع التي ذكرتها بانها ربما عن قصد او غير قصد انجبت حكم الاخوان بكل تأكيد في ناس يقولك انا من انصار 30 يونيو مش 25 يناير ليه يا عم يقولك 30 يونيو جابت السيسي اما 25 يناير جابت الاخوان وانا برد عليهم بقولهم 25 يناير جابت السيسي لان لو ما كانش فيه 25 يناير ما كانش فيه 30 يونيو ولو ما كانش فيه 25 يناير كان مازال يحكمنا دولة العواجيز كان مازال يا اما حسني مبارك يا ابن يا اما واحد من العواجيز الكبار اللي كانوا يحكمونا وبالتالي انا بقول ان 25 يناير كان طبيعيا ان التنظيم الاخوان المسلمين يستطيع ان يستولي عليها ويسطو عليها لطبيعة المرحلة ان الاحزاب السياسية لم تكن جاهزة بعد ولا لها قواعد جماهرية هل هي جاهزة الان الاحزاب السياسية؟ لا لسه طبعا ما جاهزتش بس يعني ده نتاج عصر مبارك اللي هو ضرب الحياة الحزبية وضرب التعددية في مقتل فيه اسباب ذاتية وموضعية عند الاحزاب والقوى الوطنية لكن فيه سبب اخر الدولة كانت تضرب الحركة الوطنية وكانت تضرب الاحزاب والتعددية وجعلتهم مش قادرين يتحركوا في الشارع وبالتالي الناس اللي تحركوا تحت الارض اللي هم الاخوان المسلمين هم اللي استطاعوا بهم يكسبوا الانتخابات سيد خالد أنت تقول بأن البرلمان الحالي يختلف عن البرلمانات السابقة التي كان يديرها أحمد فتح سرور اللي هو يعني ترأس البرلمانات لفترة من الزمن وأضفت بأن تلك البرلمانات كانت برلمانات بين قوسين موافقة هل البرلمان الحالي برلمان معارضة؟ لا ولا هو برلمان معارضة ولا هو برلمان موافقة ولكن هو نتاج بانتخابات نزيهة بشكل كبير ما هيش نزاها مطلقة لأن المال السياسي دخل في بعض الأحيان في تدخلات للإدارة دخلت في بعض الأحيان لكن في مجمله إلى حد كبير هو انتخابات كانت نزيهة وشفافة معبرة عن حالة الارتباك الموجودة لابد أنها تكون لها مرض في البرلمان معبرة عن التعددية الموجودة والحالة السيولة الموجودة في المجتمع ما هواش تقدر تقول عليه لا هو برلمان موالي ومنصحق ولا هو برلمان معارض ومنامج ولكن من يقول روسيا دخلت بأنه ربما كان مواليا بالدرجة الأكبر في ضوء الكتلة الرئيسية على ما أعتقد أنها كتلة دعم مصر التي تسيطر على البرلمان والتي تعلن ليلة نهار بأنها مؤيدة وموالية بين قوسين للنظام وللحكومة بص أقول لك حاجة هيتضح الكلام ده كله بالممارسات حتى هذه اللحظة البرلمان لا تستطيع أنت تتبين فيه لأنه كان يناقش على مدى شهور اللائحته اللي هو نظام الداخلي وكان يناقش قوانين كانت قد أكرت في غيبته اللي هم الـ 350 قانون لم يبدأ بعد فيه أداء مهمته الحقيقية في الرقابة والتشريع طيب سيد خالد قبل الفاصل يعني في عجالة هل هذا هو البرلمان الذي كنت تتوقعه نتيجة ثورتين 25 يناير و30 يونيو أكيد لا لأن حالة الارتباك اللي قلت لك عليها في المجتمع حالة السيولة ما تسفرش عن برلمان أحسن من كده بس أنا أتصور أن البرلمان ظلم شوية في الإيمج بتاعه أو في صورته المصدرة للجماهير صورته ستتحسن بي تلقفه بقى للأضايا ومعالجته للأضايا اللي أتروح عليه في الفترة القادمة هذه النقطة وصلت إذن مشاهدين الكرام نتوقف الآن مع فاصل قصير نواصل بعده حوارنا هنا في القاهرة مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف إذن مشاهدين الكرام أهلا بكم الجديد نواصل حوارنا مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف سيد خالد يبدو للمراقب بأن الشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير على ما قيل في الواقع لم يشاركوا بكثرة إن كانوا قد شاركوا في انتخابات الرئاسة الأخيرة وكأنهم يأسوا من أن الانتخابات تجلب من يريدونه هل توافق على ذلك؟ أوافق جزئيا فيه جزء من شباب 25 يناير موجودين في المجلس المؤمنين بها واللي كانوا طالعتها واللي كانوا هم أنفسهم هم طالعة 30 يونيو على فكرة لا يوجد على أرض مصر شاب شارك في 25 يناير لن يشارك في 30 يونيو بل هم أنفسهم من قادوا 25 هم اللي قادوا 30 باستثناء شباب الإخوة المسلمين وبالتالي الجزء موجود منهم في البرلمان معبر عنهم لكن مش معبر عن حقيقة الوضع على الأرض من أن هم يمثلوا السواد الأعظم من الشعب المصري أنا بتصور أنه شباب اللي عندهم أشواك في التغيير يمثلوا السواد الأعظم لكن السبب الحقيقي هو الآلية الانتخابية نفسها بتغضع لأمور مش كلها يتعلق بالصدق وبالوطنية يتعلق بالإمكانات ويتعلق بالعلاقات ويتعلق بالعصبيات كل دي مقاومات موجودة في الانتخابات لا يمكن إنكارها ما رأيك سيد خالد فيما يقال عن أن بعض شباب ثورة 25 يناير وجدون الآن في السجون أعتقد أن الرئيس نفسه الرئيس السيسي نفسه قال أكثر من مرة أن هناك شباب من 25 يناير مصدوم وراء السجون وأكثر من على أربع مرات أفرج عمل عفو رئاسي عن مجبوعات وما زلنا عملنا أمال أن هؤلاء الشباب يحظوا بحريتهم لأن جزء كبير جدا منهم من جزء كبير يكاد يصل لـ 90% لم يمارس العنف لم يمارس التمويل والأجندات اللي هم بيقولوا عليها لم يمارس أي فعل يحزبوا عليه وهم موجودين في السجون دلوقتي بمحد قانون ظالم اسمه قانون التظاهر أو بمحد طلفيق طهن أو بمحد أخطاء في الإجراءات نفسها وبالتالي دول يجب أن يحرروا بعد من غير بإذن الله قانون التظاهر هل ينبي كلامك بأنك تشكك في القضاء؟ على الإطلاق القضاء بيحكم بورق قدامه وبقوانين فهو ملتزم بالورق بالقوانين اللي بيقدمه وبيحكم على أساسه أنا بقول فيه ظلم في الإجراءات فيه فيه قانون ظالم اسمه قانون التظاهر بيعطي العقوبة تصل إلى 15 سنة للمتظاهر يعني كلام مش موجود في أي قانون في العالم المجلس القاومي لحوظ الإنسان نفسه هو أحد مؤسس الدولة عمده 12 ملحوظة على قانون التظاهر الشباب دولة تحبسوا القانون أنا بأعتقد أنه ظالم ومخالف للدستور طيب يعني أنت تحدثت قبل قليل عن المال السياسي الذي استخدم في الانتخابات هل بالضرورة إذن أن تجلب الانتخابات أكفأ وأنسب الناس في ضوء الذي لديه المال يستطيع أن يدخل فيه لا الذي لديه المال مش بالضرورة يستطيع أن يكسب الانتخابات يعني فيه جزء من الحكاية يعني لو أنت تكلمت على سكتونيط عضو في البرلمان وعايز تقول لي إيه النسبة اللي دخلت ممكن بفلوسها لن تجدها تصل إلى واحد في المية اتنين في المية لأنه يفيش حد بينجح بالفلوس لوحدها لكن ممكن يبقى عمده مقاومات النجاح ويسندها بمقاومات مالية لكن من الأصل يكون لا يمكن ينجح وبينجح بفلوسه ده إهانة أصلا للشعب المصري وإهانة للناخبين أنا بعتقد أن أنا أربع بين بيض مناول ولكن قيل أيام الإخوان بأنهم يعني بالسكر والزيت بيستغلوا عوز الناس وحاجتهم في إظهار أنهم متضامنين مع الناس مش بيشتروا أصوات بالمعمة بالمعمة الحقيقي بالنسبة للناخب بالنسبة أن احنا وإحنا مشاهدين هو ده شراء أصوات لكن بالنسبة للناخب بيشعر أنه هو متضامن مع فكره ومتضامن مع مأساته وراجل قلبه رحيم والراجل ده لو حكم سيستطيع أنه يجيب له حقوقه فهما بيستخدموها وسيلة مش هي في الحقيقة رشوة لكن بالنسبة للناخب هو بيعتبرها تعبر عن ركته وتعبر عن محيزه طيب سيد خالد أنت تقول بأن هناك حوالي 50 مليون فقير في مصر وبأن هؤلاء سيفرضون أجندتهم على البرلمان السؤال المطروح هل تعرف أحدا في البرلمان بما فيهم أنت شخصيا لديكم برنامج محدد مخطط لمعالجة هذه المشكلة بكل تأكيد مجموعة من البرلمانيين كلهم منتمين لثورة 25 يناير 30 يونيو والأهدفها ومصرين أن إذا كنا عايزين الوطن ده يستقيم حاله ويتقدم الأمان لابد أن الفقراء يأخذوا حقهم ولابد أن الشباب يمكن دون المجدفين دول المركب لكن عمليا هل في خطة مكتوبة عمدنا برنامج وتصور كامل يعني في الرد على بياني الحكومة احنا كل عضو فينا أهم رد على محور من المحاول ولسه بنستكملها وفي الآخر بنقدم للمجلس أو قدمنا للمجلس تصور كامل على البرنامج اللي كنا بنطمح أن الحكومة تقدمه للبرلمان عشان كده احنا رفضنا بين الحكومة طيب أنت قلت لو تمت إعادة سياسات النظام السابق ستحدث ثورة أخرى ثمت من يقولون بأن الاحتقان السياسي الاقتصادي الأمني الحالي يشبه الظروف التي سبقت 25 يناير لا لا على الإطلاق ده زرف موضوعي مختلف ولكن لو استمرت الأمور من تجاهل طبقة الفقراء وعدم إكرار دولة العدالة بشكل عام اللي هو حلم من أحلام المصريين عبروا عنه بجلاء زي ما قلت لحضرتك أنا بأكد لك أن الأمور مش هتستقيم لأن المزاج النفسي للمصريين قد تغير بعد 25 يناير لن يصبروا كثيرا هم صبرين دلوقتي لأمرين مهمين ثقاتهم في الرئيس وشعبية الرئيس الجارفة والمؤامرة اللي على البلد اللي هم مدركينها أنه من الحكمة اللي هم ما يعملوش قلاقل في ظرف البلد بتتعرض فيه المؤامرة طيب لكن بعد شوية ما نعتقدش أنهما يزبروا كثير أنت نقل عنك القول بأنه لا يجب أو لا ينبغي التفكير بإسقاط الرئيس السيسي لأنه منتخب وعليك احترام إرادة الشعب هل يعني هذا بأنه من الآن فصاعدا لن يسقط رؤساء بالمظاهرات قاعدة مش بالضرورة كلها حقيقية أو صحيحة لكن بالنسبة للرئيس السيسي ما زال يتمتع بشعبية جارفة وبثقات المصريين وما زال يحظى باحترام المصريين اللي انتخبوا يعني مرسي لما نجح بخمسين زائد واحد أبو واحد وخمسين في المية في شهرين ثلاثة فقد نصف مؤيدي بالإعلان الدستوري الرئيس السيسي ممكن يكون فقد جزء من مؤيدي هل هذه المعلومة مقاسة أنه فقد هذه النسبة من مؤيدي مرسي المظاهرات يوم الإعلان الدستوري اللي خرجت بمئات الألاف ما هيش عشرات الألاف يوم الإعلان الدستوري بالليل وحصرة الاتحادية تؤكد ده تؤكد أنه يعني حصل شرخ في شرعية النظام بإعلانه الدستوري الرئيس السيسي الأمر مختلف تماما الرئيس السيسي معظم حتى المشردين عنه لا يستطيع أن يشككه لا في وطنيته ولا في انتماؤه لهذا الوطن سيد خالد أنت قلت بأن على النخبة السياسية أن تسد الفراغ الناجم عن غياب الإخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل وإلا فإن الإخوان والحزب الوطني سيعودون إلى السدة الحكم أو إلى المشهد السياسي بطريقة ديمقراطية هل أنا دقيق؟ دقيق مئة في المئة الشارع إذا لم تستطيع أن تأكل بيقولك في نظرية الفراغ يجد من يملأه فإذا لم تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركه الإخوان المسلمين والحزب الوطني في الشوارع وفي القرى وفي النجوع وفي الحارات وفي الأحياء هيبقى مؤهل أن هم يرجعوا بخبرتهم التنظيمية يكسبوا أي انتخابات فيما بعد فلابد أن النخب تنتبه لأنها إزاي تقدر تنزل للشارع وتلتحم به وتخلق كوادر مرتبطة بالجماهير وتستطيع أن تجحز الجماهير في أضايا وطنية أو في أضايا سياسية وتستطيع أنها تنسك معهم بشكل حقيقي وإلا الناس اللي هم حريفة في داي يستطيعون أن هم يكسبوا وبدأ السؤال بالرغم من أنه لم ينتظروا انتخابات بالمعنى الذي تحدث عنه قاعدة شعبية عريضة يعني ما يقال بأن البرلمان الآن فيه عدد من البأس به من أعضاء الحزب الوطني ما ليس كذلك؟ والله الأعضاء الموجودين في الحزب الوطني في البرلمان أنا عايز أقول لك 99% منهم معلهمش علامات استفهام لا في الفساد المالي ولا في استغلال السلطة ولا ولا كانوا أحد أقطاب نظام مبارك كانوا خب لك أنه كان فيه 2 مليون ونص عضو في الحزب الوطني أنا ما قدرش أحكم من 2 مليون ونص دول كانوا خائنين للوطن أو كانوا أو هم دور المسؤولين عن تزوير إرادة الأمة وعن نهب مال الأمة إلى آخر كلهم كانوا صحيح تروس في هذه المكنة لكن بدرجة أخف في ناس كانت موجودة وفي ناس كمان كانت موجودة ومش رضية عن اللي بيحصل وكانت بتحاول أن تستحمي الداخل لكي نكون موضوعيين في ناس من دول موجودين في البرلمان جاءوا بانتخابات حرة اللي هي انتخابات 2015 طيب أنت عندما نحزت إلى الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة قلت وتركت زميلك على ما يوصف طبعا حمدين صباحي قلت بأنني أريد أن أنتخب أو ينجح رئيس دي خلفية عسكرية لأننا يعني نواجه مؤامرات ومكائد خارجية صحيح ما كانش هذا السبب الأساسي السبب الأساسي أننا تعلمت أن لأخاص مجدان الناس وأنا ملقيت في يعني شعبية الرئيس والمطالبات الشعبية جارفة وصاحقة ولم يسبق لها مثيل كان لابد من احترام أرادة هذا الشعب المصري وكان لابد أننا أقول أن هذا الشعب العظيم أكثر حكمة وزي ما أطلق عليه الرئيس عبد الناصر هو الشعب القائد والمعلم لابد أن تضرب لهذا الشعب العظيم سلام عندما يتحد على فكرة فأنا امتسلت إرادة المصريين عندما ندوا بالرئيس السيسي وأيت هذا الاختيار طيب أنت دفعت في الأون الأخيرة عن مبادرة تسمى لنصنع البديل في الواقع التي أطلقها حمدين صباحي باعتبارها ليست تنادي ببديل للرئيس السيسي إذن ما هو البديل الذي تنادي به؟ هي المبادرة دية أولا أنا بدافع عن حق الاختلاف ده واحد يعني مصر أو أي وطن في العالم لابد أن يتنفس من أكثر من رئة لابد أن تهب كل الرياح من كل من كل الاتجاهات لكي يكون هناك أجواء صحية لكن أن تتنفس من رئة واحدة أو يكون هو الصوت الواحد صدقني مهما كان الصوت عاقل أو أحكم صدقني ممكن نروح في دهية بهذا الصوت لأنه مرة ممكن يبقى أحكم مرة ممكن يبقى أحمق فيودينا بداية فالأصوات المختلفة موجودة ضرورية لعملية التحول الديموقراطي ده في أساس الموضوع أما في القضية نفسها لما طرح المجموعة المبادرة بتاعة البديل أو البدائل كانوا بيكلموا على بديل عن السياسات الحاكمة لنظامنا السياسي وأنا معهم في أن السياسات الحاكمة ما زالت لم تخرج عن نطاق إنها وجهة آخر من سياسات نظام مبارك طيب سؤال أخير سيد خالد بعد واقعة يعني إسقاط عضوية الدكتور أكاشا في البرلمان بعد استقبالها السفير الإسرائيلي في بيته ثم تبا يقول هل سنسمع من سينادي رسميا ربما في البرلمان لاحقا بإلغاء معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لا أتصور في الوقت الحالي أنه هتبقى دي على أولويات العمل الوطني ما تقدرش تقول هل هي من أولوياتك شخصيا بكل تأكيد أنا ده موقف مبدئي تجاه العدو السهيوني من نعمة أظافري حتى الآن وحتى أموت يعني أنا عندي عداء للسهيونية العالمية وأعتقد أن كل مقاسينا في المنطقة العربية عبر الخمسين ستين سنة كانت سببها وجود إسرائيل في المنطقة هذا الكيان المغروس اللي هم غرسوا شوكة في ظهر الأمة العربية لكن السياسة بتعلمك الأولويات أنت أولويتك الآن أن تصنع مصر القوية مصر العفية مصر القادرة مصر اللي بتدي ولادها حقها عشان يبقى أصحاء ويقدر يدفع عنها أعتقد أن أي أمة لازم تدي لدي أولوية قبل ما تقول أن تتواجه عدو هذه النقطة وصلت بهذا إذن نأتي مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نقطة نظام أشكر ضيفي عضو مجلس النواب المصري الفنان خالد يوسف كما أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر